حسلامة صحة صيامكم مش حوالكم لبنية لباس ان شاء الله كلكم تكونوا في صحة جيدة اولا نحب نسألكم مش عامل فيكم الصيام ان شاء الله ربي يعطيكم صحة لبنية هو رهو محلية جلك صوم وتصحوا ان شاء الله ربي ثبت اجرنا وان شاء الله ربي يغفر ذنبنا وان شاء الله ربي يرفع علينا البلاي والوباء بجهسيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام اليوم يا لبنية كي ما تعودتوا كل يوم نعاونكم على التبارأ الهدف من الفيديو يا صديقاتي انه ما تحيروش ما تقولوش زعم اليوم شنيا طيبك السؤال المعروف هذك هني انا نجاوبكم بالفيديو حاصل ان شاء الله شهية طيبة للناس الكل هني نقولها لكم من اول الفيديو اولا مش نبدأ انقص خضرتي ننصحكم نصيحة يا اخوات وقت لي تبدو مش طيب وديما حضروا الخضرات بتاعكم والمكونات الكل الي بيش تستعملوها من الول بش ما تتعبوش بعدين بش يجيكم التياب ساهل متبقوش وين حطيتك الحاجة استنى نقصك الخضرة لازم يكون كل شي حاضر هذي نصيحة حبيت نفيدكم به هنا عندي الجزر راح وقصيتو بش نقص شوية بصل نستحق له في الشربة متاعي وبش نستحق له زادة فيه الاكلات الكل انا راهو البصل بالنسبة ليه هو دواء مفيد برشا للبدان لازمني ديما نحطه فيه الاكلات متاعي يعني ديما ندخله لانه يفوح يبنن وصحي اهم شي انه هو صحي وبعد ما نقصت البصل متاعي بش نفوح الجيش الجيش كيما العادة كيما تحولتو بيا انا عمري ما نحط الجيش في طنجرة ما يكونش يعني مجلي ونحط عليه اما لفحات في الطنجرة اما نحط له لفحات من اقبل هنا حطيتلو كركم وكليل وفلفل اسود وملح وزنجبيل هذوم الحاجات اللي انا ديما نفوح بهم الجيش والحقيقة برشا جربوها ورحمولي على والدي وقالولي راهو طلع معناتها فم فارق كبير من انه تفوح الجيش وانه تخليه ما هوش نفوح اكيد يعني ديما الحاجة كي تبدأ نفوح تبدأ ابن غاديك ابقيت ننقص في شوية فوق وتوا يا صديقاتي سمحوني راهي جريجبي بالحق لتوا ما زلت عندي هاكي الحساسي بش نتعدى الشربة هنا عندي لبصل حطيتو وحطيت شوية الدجاج انا راني بش نعمل شحيري لانه ما عنديش شربة لسان عصفور وعندي شوية بركة كنت بش نعملها هي خبعتين كي ما لقيتش واللي تدبرت الدبرة اخرى على روحي عندي جيش حطيتو حطيت سفناليا الجزر وحطيت الطماطم بتبيعا نقصهم قطاع صغيرة ما يكونوش كبهر برشة لانها شربة وعندي الجلبانة والحمص مش خلط هاكي المكونات نقليهم مع بعضهم ومبعد نولي نزيدهم لفاحات الاخري هنا حطيت الفول الخضر هاكي اللي فصصته وعندي طماطم حطيتم غرفة متاع مايك لطماطم وهناي حطيت شوية هريسة عربي راهوا تنجموا تستغنوا عليها البنات ماهوش ضروري ديما نقول لكم اللي ما يكلش الحار مايعملش الهريسة زدت شوية ماء ما نخليش المكونات هذيك من غير ماء بش ما تتحرق ليش وهناي يا صديقاتي هاني قاعدة نحرك ونشوف اراني انا ما نحبش الطنجرة تشدي يعني ما نحبش المكونات تتحرق لي ديما نبدأ نعسى عليها لانه الطنجرة من تجليتها اذا تجلت باليجداجي بنينة اذا تحرقت ولا شدت طعم يتبدأ دور ابنيت بش نبدأ نفوح فيه حطيت غاديك شوية فلفل اكحل شوية زنجبيل وشوية ملحة وشوية كرقم هذوما المكونات اللي حطيتهم في الشربة متاعي اللي هما مكونات ديما انا نستعملهم في الشربة نوقع شوية ملح الملح بتبيعها حسب الرغبة هو الفلفل اسود اللي مايحبش راهو مايحطش فلفل اسود اللي مايساعدوهش في ماءته مايحطش هذا شوية الزنجبيل اللي اللي بنيت راهو دوي حتى الزنجبيل راهو دوي صافي وعلى فكرة انا راهو نحطه حتى في معنتها الماء سخون ومشرب مفيد برشا للصحة منها اللي بنيت نحرك الطنجرة بتاعي وبش نزيدها بقية لفحات او البهارات عندي فلفل احمر مرحي وعندي تابلو كروية وعندي شوية كرافس قصيت وماك اللي قصيتهم نخلط الطنجرة بتاعي وتوق بش نصب لها الماء نحط الطنجرتي لنعبها بالماء ديما نقول لكم الشربة قثرونها الماء خلوها تاخذ غلوتها في راحتها بالماء بش متولي لكمش بعدين ناشفة لازم تكون شربة يعني سوب فيها الماء أو كعبيتها ديما نعبي الطنجرة نخلي هيك شوية افضاء بش الطنجرة معنتها ما تفيضش هني هني غطيتها وبش نبدل الجاز بش نحطها المكون المكون بش نحطها الوصفة الثانية هنا لبنيت عندي الجاز كنت فوحته سابقا هو بيدو لفاح كليل وفلفل أسود وملح وكركم هنا بش نحطهم يتكلوا شوية في الزيت وحدهم في شوية زيت نشوحهم ظهر لي الجاز برجة واللي تحطيت منه في الشرب ما يقلقش راهو خطر تجاه مجليا ذاك مجلي في الزيت وهنا بش نحط البصل نولي نحط شوية بصل بش يسيب لي هكا الطعم نطيعو نحط شوية ماء مش برشا ماء في لول زي ما كيتمور قوة طنجرة في التقليا ما تكثروش الماء بشكل لفاحات اللي تحطوها تعطي هكا الريحة والبنة ويتقللكم الجيش بالجد حطيت شوية حمص تماطمو حمص وبصل وجيش عرفتوه شنية هو مرمز راهو مرقة المرمز هذي كمعناتها طريقتي انا في تطيبة نحبها برشا جيبنينا ياسر بسيطة ولكن مفيدة على اللخ هنا لبنات بش نزيدها الفلفل مرحي لحمر وش نزيدها تابل وكروية طوّب بش نخلطهم هكا المكونات هذوكم ونزيدها شوية ملح وشوية ماء الماء مش كما الشرب جسد ما نغطي بيه الجاج والبصل يعني ما يتغطى لي هكا الخضارة متاهية هذيكا نولي معا لش نزيد بش متولي لي الشربة هي اسمها مرقة نغطيتها وبش خليها تغلي فاقلها وبعدين هنا صي أو كاكي حسيتها بدت تنشف جبت جرين فلفل حطيتو حليتو حطيتو ما حليتو شو بكل وخضر حار وشبت زيت زيتونة نحطو في لخر بالكل يبنن مش نرمال المارقة جربوها لبنيت وهنا شربت هيكا حضرت صي قصيت عليها حطيت لها شوية ثوم وقصيت عليها وهذا المرمز تاوى لبنيت مش نعم معاكم صلاطة الروز صلاطة الروز عندي روز كنت فورته قبل من ديجا طيب دروز وصورت لكم وهذا اللي بيذل اللي بقى قلت خليني نعم به صلاطة الروز عملت فيه كركم وملح الكركم عادي راو انا نحطو ناكلو في الماكلة ويعجبني معناية كيما قلت لكم راهو دوية صافي مضاد للأكسا ده وهنا حطيت شوية فلفل أسود هذكا ما يخطنيش راهو انا اللي بنيت نجمو تستغنوا عليه هاوهلين زيد في الكركم انا راني نحب برشة الفلفل الأسود هنا تواهك المكونات هذكا بيش نخلطها مع بعضها وننصحكم سخنوه الروز قبل ما اتفوحو بيش ياخذ من لفاح يعني بيش لفاح يمتزج معاه يمتزج ان شاء الله هني قلتها بالصحيح نيل بنيت عندي طوابعش بين مثلثات بيش نقصهم هنا يعني بتريقة هكا عشوائية زيدة من نوجعش راسي برشة فيهم كيف ما يتقصوا كي ما جاجة ما روه الفيتة في الطعم بصراح حتى الشكل مهم روه في التقديم ولكن الجبن بتبيعته كي يسخني يذوب ويعطي بنته في الماكلة اوكا قصيته هنا لأنا استعملت تلاتة كعبات طبعا كل واحد دول الكمية امتع الروز يعني كتبت الكمية اكتر اكيد بيش تزيد اذا اقل اكيد بيش نقص يمشي يسر روز معه جبن جبن برش جبن طوابة انا مجربت بجبن طوابة مش جبن ربي اوكا هذي وصفة كيف هكيف وصفة المقرون بالجبن نفس الحكاية هنا عندي طن هكا نعمل بداية نحل بداية وعندي زيتون اخضر مقصوص نجم تعملو حتى زيتون اكحل انتم مما عندكم هذي وصفة ساهلة برش البنات يعني باللي كتب من ربي اللي موجود زي عندكم شوية زيتون تحطو شوية جبن حطو اللي كتب من ربي اني بشو حط شوية زيتون يانو كما تعرفو ما فماش بصلا حتى لجي من غير زيت زيتون سمحوني البنات اذا ديمة تخليط ديمة لازم نخلو المكونات جانس مع بعضها مش جي برتي كلها روز وبرتي ما فيها شي دوال ابنات صيح حضرة سطلاطة متاعي بش نمشي نحضر البريكة البريكة اللي هي سيهلة بسيطة جدا ليا متاع واحدة مزروبة اخر وقت تخدم صيرتو وجدت عندنا المعد نص مقصوص شوية بصل شوية جبن مرحي وشوية طن وعظمة ويفضال فضل وشوية تفويحة بالملح والفلفل الاسود وتحطها تتقلي ومصلي يعني بتحضر في رمشة عين هنا هني حطيت شوية طن وشوية كبار الطبيعة للي حب الكبار تنجمو ما تحطوش كبار وهنا صديقاتي بش نحط البيضة عظمة أكيد نفوحها مش نحط لها شوية فلفل أسود وشوية ملح لازم رعوه هنا في فلفل أسود في البريكا بش نحق لكم حشيكم هك الزفار أعزاكم اللهم تعال بايض هنا وحطيت هات دجلاء حاصل اللي بنيت أعطوني تباير قولوني شنو هتحب ونطيب ليا مت الجاية أنا هني مدبروا عليا وقولولي قولولي شنو طيبته وشنو صنفته خل نقل عليكم مو يقولوا نقل عليكم الحقيقة لبنيت أنا راهي لبريكا تجيني تتجرمش تجرميش وما تبداش غرقة في الزيت ولا شيء آه منظرها يتكلم وحده طبيعي هك شوية الزيت اللي مجلية فيه لكن تبدأ تتجرمش تجرميش هنا غسلته الساعة خليته في الماء تنفخ وبعدين شبته وحطيته يتصفى من هك الماء بتاعه وقصيته بشكل عشوائي هك طريفات صغيرين ومش نحط له لحليب الحليب يعني ما يغطيه هو معناتها ما يغطيلي هك الكمية انت على فرائس ما اكثرش ديما اي كمية عندكم غطوها بلاحليب وهنين زد كعبة بنان نجمو رو ما تعملوش البنان لكن يبنن رو جبنين نودكم ولا نشاهيكم وان شاء الله قصنكم منه في الجن قصة قصة بش نعاون هك الخلاط في انه يعني يتحرك بسهولة هنا عندي البنات شوية زهر وعندي السكر مش نحط طليفة انا مخارف السكر انتم كل واحد حسب ارغبت طول البنات مش نحط ايه ترحا وبعد تشوفوا شكله النهائي بعد ما نكمل نرحيه خلوه ياخذ وقته طول البنات هنا هني نحط في العصيرة متاعي في الطاولة الطاولة متاعي حضرت يا ربي دومها نعمة الف حمد شكر ليك يا ربي الفطول المتاعي بسيط شوية صلاة الدروز معاها شوية شربة شوية مرمز الخبز بالطبيعة وشوية طاجين بيت حطينا وكعبات البريك وربي انشاء الله ينزل البركة وانشاء الله ربي يتقبل مننا صيامنا وانشاء الله ربي يرفع علينا البلاي والوابا ويا ربي انشاء الله يغفرنا ذنوبنا ويبعد علينا كل حاجة مشباهية وانشاء الله ربي يرزق كل محروم بالنعمة ولا تحرم بشر وتهم بقالي كمش نقول لكم في أمان الله